السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دور التعليم Vue.js Framework في هذا الدرس نتعرف على طريقة جديدة لاستخدام الفور وهو لاستخدامها لتكرار أمر معين فعلى سبيل المثال سأقوم بإنشاء هنا عبارة عن مثال عن عرض تقييم لدينا دائما عبارة عن تقييم من خمسة نجوم مثلا ففي حال أردنا عرض هذا التقييم دائما نقوم بتكرار طباعة مثلا في الحال كان التقييم سلاسة من خمسة فنقوم بطباعة ثلاثة نجوم بلون غامق ونجمتين بشكل مفرغ فهذا عملية التكرار هذه سنقوم الآن بالتعرف عليها وتسمى عبارة عن عملية VFORB كرينج بدلا من عبارة عن صفوفة معينة أو عبارة عن متغير معين أو Object معين فهنا سنقوم بإنشاء هذا المتغير الذي يحتوي على التقييم فلدينا إذن عبارة عن وهو إذن ثلاثة بهذا الشكل الآن هنا فيها الأعلى سنقوم بكتابة إذن لدينا هنا إذن عبارة عن ممكن أن أستخدم في حال لا أريد أن يكون هناك أي HTML فيها الأوتبود يصبح الأوتبود عبارة عن تكست فقط فسأكتب إذن V-FOR يساوي إذن عبارة عن item in لدينا هنا سأكتب الآن الرقم 5 من فاكل مبدئي وسأقوم بطباعة إذن 1 ثم مسافة في حال أن قمت بتجربة هذا هذا المثال في المتصفح سنقوم بإن براوزر فكما نلاحظ إذن تم طباعة الرقم 1 بخمس مرات فالآن سأعود للكود وسأقوم بتعديل هذا المثال فسأقوم بطباعة إذن بدلا من الرقم 5 سأقوم بطباعة إذن rate وثم سأقوم بتكرار نفس المثال ولكن هذه المرة سأكتب 5-rate أي في حال لدينا ثلاثة ثلاثة نجوم مكتملة فلدينا إذن 5-3 فلدينا إذن نجمتين مثلا نفترض أنني سأكتب صفر هنا بهذا الشكل الآن في حال انتقلت لـ ونصفح وضغط على زر التحديث كما نلاحظ إذن لدينا ثلاثة من من خمسة التقييم النهائي في حال ضغطنا على inspect طبعا كما نلاحظ يتم عرض النص بشكل مباشر طباعته لأننا طبعا نستخدم التمبلت بدلا من أي عنصر آخر وفي حال أردنا طباعة نجوم بشكل حقيقي ممكن أن نستعين بفريمورك للأيقونات وهو الفونت أوسم وسندخل إلى فونت أوسم دوت آي أو سلاش آي كونز وثم سنقوم بالاستعانة بالأيقونات الموجودة لدينا هنا إذن لدينا هنا ستار كما نلاحظ لدينا هذه إذن ستار ولدينا هنا النجمة ستار داش أو النجمة الغير مكتملة فممكن هنا أن نقوم بكتابة إذن سبان مثلا بهذا الشكل بدلا من تمبلت وهنا أيضا بشكل مشابه ونكتب هنا إذن عبارة عن كلاس ونكتب فا داش ستار هذه طريقة استخدام هذا الفريمورك أو هذه المكتبة المخصصة للأيقونات وهنا إذن لدينا فا ستار أو لعرض النجوم الغير مكتملة طبعا يجب علينا تضمين هذا تضمين هذه المكتبة ولتضمينها نضغط على على ثم نذهب إلى هنا نقوم بكتابة الإيميل البريد الكتروني الخاص بنا وسيتم إرسال الكود الخاص بLCDN إلى البريد الكتروني الخاص بنا أنا قمت بطلبه مسبقا فسأقوم باستخدامه مباشرة هنا في هذا المثال فسأعود الآن إلى الكود وسأضعه هنا في الأعلى إذن كونترول V بهذا الشكل الآن في الحال انتقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث أفضل لدينا مشكلة ما يبدو كان لدينا مشكلة مع الاتصال في الانترنت الآن قمت بإعادة تحديث الصفحة وحصلت على هذه النتيجة لا يوجد لدينا أي مشكلة في الكود الذي قمنا بكتابته الآن سأعود لهنا بهذا الكود وسأقوم بإلغاء هذه الكتابة الموجودة لدينا هنا الآن في حال انتقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث كما نلاحظ إذن إذن حصلنا على هذه النتيجة طبعا يوجد لدينا مسافة صغيرة هنا ممكن أن نقوم بإلغاءها عن طريق مثلا أضعه بهذا الشكل وأضغط على زر التحديث مرة أخرى إذن لدينا التقييم ثلاثة من خمسة ولا يوجد لدينا إذن أي مشكلة طبعا في حال أحبابنا ممكن أن نقوم بإنشاء وعمل إذن ووضع مثلا التقييم في ضمن هذا في حال ضغطنا على تحديث الآن في حال كتبت الرقم 1 كما نلاحظ إذن هنا مع الرقم 2 على ما يبدو يوجد لدينا مشكلة معينة سأنتقل هنا إلى لدينا هنا التقييم 2 كما نلاحظ الرقم تحول لشكل نصي فسبب لنا فسبب لنا مشكلة فهنا يجب علينا تحويله لإنتيجر فسنكتب إذن فسنقوم إذن بتحويله بهذا الشكل إذن نضع هنا التغير في حال نضغطنا على زر التحديث الآن في حال قمنا بكتابة 2 و 1 لا يوجد لدينا إذن أي مشكلة في عرض طبعا هنا خط بشكل خاطئ لن يمكن أن نكتب الرقم 21 فقط إذن ضمن الرقم 5 إذن لا يوجد لدينا أي مشكلة وبهذا الشكل طبعا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة لإصلاك جديد الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر